أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري لفضلة الشيخ مصطفى البدري أهلا شيخ مصطفى أهلا بك أخو مصطفى أهلا بالإخوة الكرام أهلا بحضرتك تكلمنا في الحلقة الأولى يعني عن الإمام البخاري وعن كتاب صحيح البخاري وعن سبب اختيار هذا الكتاب كتاب الإيمان تحديدا ثم بدأنا في الشرح وكنا قد وعدنا بأن نبدأ بالحديث الأول وها نحن هنا الآن سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث الأول من كتاب الإيمان وقد بوب الإمام البخاري له بعنوان باب دعاءكم إيمانكم حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان نعم فضل الشيخ مصطف أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمنسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فأهلا بكم أيها الإخوة الكرام وهذا الحديث الأول من أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه وبادئ ذي بدء أود لفت النظر إلى أن النسخة التي اعتمدناها ونشرناها وأخونا مصطفى جزاه الله خير يقرأ منها فيها في هذا الحديث خطأ صغير هو أنه قال عن عكرمة بن خالد عن عمر والصحيح أنه عن ابن عمر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وواضح أن النسخة نفسها ذكرت قالت رضي الله عنهما صحيح فطالما قالت رضي الله عنهما فالمقصود هو عبد الله وعمر أبوه رضي الله عنهما هذه النسخة اللي أنا بستعملها هي نسخة من دار ابن كثير دمشق بيروت فأنا بس بنبه نعم هذه أنا نشرتها على قناتي في التليجرام والإخوة يقرؤون منها لذلك لما بدرت منك هذه الكلمة كنت أتركها كما هي حتى نصحه نعم هو حديث ابن عمر وهو حديث مشهور كما سيأتي أنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وللحديث عن هذا الحديث سنقف مع بعض مسائل المسألة الأولى في صحيح البخاري هناك نسخ ذكرت قالت باب دعاءكم إيمانكم وهناك نسخ أخرى لم تذكر هذا التبويب إنما دمجت هذا الحديث مع الباب السابق الذي بواب له الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله وكثير من المحققين رجحوا أن كلمة دعاءكم إيمانكم ليست بابا خاصا إنما هي مستمر أو استمرار للكلام الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه في خاتمة الباب الماضي أو في نفس الباب الذي نقرأ فيه وهو قول ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة وكذلك قال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم لقول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم هذا النص الوارد في كثير من نسخ صحيح البخاري والتي رجح هذا الإمام النووي وغيره من المحققين واستدلوا على أن البخاري أصلا بواب بباب بني الإسلام على خمس فطبيعا أن يأتي تحته هذا الحديث الأمر الثاني أن قوله دعاؤكم إيمانكم لا علاقة له مباشرة أو ظاهرة بحديث بني الإسلام على خمس الأمر الثالث كما ذكرنا أن الكلام أصلا كلام ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي فيه هذا التفسير لهذه الآية وأهل العلم يقولون دعاؤكم إيمانكم يعني أن الدعاء هو الإيمان هذا معنى المعنى الآخر أن الدعاء هو العبادة فالدعاء هو الإيمان كما فسره ابن عباس وفق ظاهر الآية لأنه بعدها قال سبحانه فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي أن الله عز وجل يعبأ بأهل الإيمان ولا يعبأ بأهل التكذيب والكفران فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم يقولون الدعاء هو العبادة كما ورد في قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فعبادتي هنا هي المقصودة بالدعاء التي وردت في صدر الآية وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي أو قوله وقال ربكم دعوني أي عبدوني يقولون هذا بمعنى ذاك فيكون المقصود هنا أن العبادة تزيد الإيمان وكلما حرص العبد وأكثر من العبادة كلما زاد إيمانه وهذا يكون استمرارا لما ذكره البخاري من الآيات والآثار التي تدل على زيادة الإيمان في هذا الباب هذا الحديث الذي تفضلت بقراءته يا أخ مصطفى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأستسمح الإخوة أن نتكلم بشكل مختصر عن صحابي الحديث وإذا احتجنا في بعض المرات أن نتكلم عن شيء من رجال أو أحد من رجال الإسناد هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف المشهور ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي المخزومي رضي الله عنهما أسلم وهو صغير مع أبيه في مكة عندما أسلم عمر رضي الله عنه في مكة أسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهاجر مع أبيه عبد الله يعني حسب من المهاجرين وهذه فضيلة أخرى كما حسب له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رجل صالح عبد الله عبد الله بن عمر رجل صالح شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال الزهري رحمه الله لا نعادل بعبد الله بن عمر أحدا أو لا نعدل بعبد الله بن عمر أحدا عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين سنة فلم يخف عليه شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام ولا من أحوال أصحابه مات عبد الله بن عمر وعمره أربعة وثمانون سنة في مكة بعض المترجمين يقولون مات آخر سنة ثلاثة وسبعين من الهجرة وبعضهم يقول مات أول سنة أربعة وثمانين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعدة أشهر ندخل في هذا الحديث وهذا الحديث من أعظم ما ورد في أحاديث أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها عظيمة يقول النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب بني الإسلام على خمس إلى آخره هو حديث عظيم من قواعد الإسلام وجوامع الأحكام وقد أدخلته في كتاب الأربعين كتاب الأربعين النووية المشهور قال وقد أدخلته في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام وهو حقيق بذلك وسيأتي بسط شرحه كما سنفصل الكلام فيه بإذن الله الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع الرائع جامع العلوم والحكم كتاب مهم جدا أنصح كل الإخوة باقتنائه وبالقراءة والتعلم منه قال والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان والدعائم لبنيانه وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظه بني الإسلام على خمس دعائم بني الإسلام على خمس دعائم والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان ودعائم هذا البنيان الخمس ودعائم البنيان هذه الخمس فلا يثبت البنيان بدونها لا يثبت البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقد بنقص ذلك يعني بقية أمور وشرائع الإسلام إذا نقصت نقص البنيان لكن البنيان قائم طالما فيه هذه الأركان الخمسة قال بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال وسيأتي كلام مفصل فيما هل يزول الإسلام بنقض واحدة من هذه الخمسة أم لا سنذكر كلام العلماء في هذا كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس هذا كما ذكرنا كلام الحافظ ابن رجب ورد في عدة أحاديث بألفاظ مقاربة تفيد نفس المعنى لكن حديث ابن عمر هذا ذكره البخاري في صحيحه في هذا الموضع فقط في هذا الموضع فقط ومن عادة البخاري أنه يكرر الأحاديث لكنه ذكره عن ابن عمر في قصة في كتاب التفسير باب قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قصة طويلة فيها أن أحدا جاء يجادل ابن عمر رضي الله عنه في عدم مشاركته في القتال الدائر بين الصحابة فقال له عبد الله يا ابن أخي بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وصوم رمضان وأداء الزكاة وحج البيت ذكره بهذا الترتيب المختلف عن الترتيب المذكور هنا علما بأن الترتيب المذكور هنا هو المعتمد في كثير من الروايات التي تقدم الحج على الصيام لكن الروايات الأخرى خارج صحيح البخاري في صحيح مسلم وغيرها ذكرت تقديما وتأخيرا بين الصيام والحج والذي رجحه الإمام النووي قال والأقرب والأشبه أن تقدم رواية الصيام على رواية الحج أن يقدم ذكر الصيام على ذكر الحج لأن الصوم يتكرر مع العبد كل سنة بخلاف الحج الذي يكون مرة واحدة في العمر هذا من الجهة الشكلية وإلا فكما ذكرنا من كلام الحافظ بن رجب هذه الأركان والدعائم الخمسة مهمة جدا وضرورية جدا في حياة المسلم وقد وردت بعض روايات أخرى تفيد نفس المعنى منها ما أخرجه أحمد عن بشير ابن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن قلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن وكذلك حديث معاذ المشهور الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة أن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذا حديث معاذ المشهور الذي بعد ذلك قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه وسيأتي معنا شيء من الكلام عن هذا الحديث لأنه حديث مهم نرجع إلى أصل حديثنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس قال بعض العلماء هنا الإمام البخاري يقصد أن الإيمان هو الإسلام أنهما بمعنى واحد وأن الإيمان هو العمل وسيأتي قول البخاري في باب خاص باب من قال أن الإيمان هو العمل وسنتكلم عنه بإسهاب في حينها بإذن الله تبارك وتعالى لكن هنا فقط نؤكد على أمن يعني يقصد من التبويب باب دعائكم إيمانكم يعني هو هذا يعني يقصد أن الدعاء هنا هو العمل لا يقصد من قوله باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكره لهذا الحديث لأنه قال كتاب الإيمان باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فهنا ما يذكره العلماء على أنه يقصد بالإيمان الإسلام وأنهما بمعنى واحد والذي عليه عامة أهل العلم في هذا الموضوع أن الإيمان والإسلام لفظان متقاربان كثيرا وأن أحدهما إذا ذكر في سياق وحده شمل معنى الآخر لكن إذا ذكر كلاهما في نص واحد فكان كل منهما بمعنى منفصل عن الثاني وهذا سيأتي معنا أيضا بالتفصيل في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأله عن الإيمان فأجابه بخصوص الإسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا لما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان إذن إذا ذكرت كلمة الإيمان في سياق وحدها فهي تشمل معنى الإسلام وإذا ذكرت كلمة الإسلام وحدها فهي تشمل كذلك معنى الإيمان لكن إذا ورد كل منهما في نص واحد إذا اجتمعا في نص واحد كان المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة والمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة التي هي الخمسة المذكورة في هذا الحديث وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء أو الأمور الخمسة التي يبنى عليها هذا الدين قال الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا عددنا وجدنا أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أمر واحد لا تفريق بينهما لأنه بعد ذلك ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج فإذا ذكرنا الشهادة نقول إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أمر مجتمع لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا يجوز لأحد أن يقول نقبل لا إله إلا الله باعتبارها الشهادة أو البوابة ثم بعد ذلك نطالبه بأن محمدا رسول الله نقول لا لابد أن ينطق اللفظين معا في شهادة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذه شهادة واحدة وينبغي أن نفطن لهذا عندما يقول بنية الإسلام على خمس نعد وجدنا شهادة التوحيد وشهادة الاتباع والإقرار بالرسالة كلاهما ركن واحد من أركان هذا الدين لا ينفك أحدهما عن الآخر نعم في دين جديد يا شيخ مصطفى الآن يدعون إليه وهو أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وانت كده إن شاء الله معنا في الجنة يعني رأيتها من أكثر من واحد من دعاة الضلالة يقولون خليك يهودي خليك نصراني يقول لا إله إلا الله بس يعني هكذا هؤلاء يخالفون النصوص الواضحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع المنعقدة على تاريخ أو في تاريخ أمة الإسلام وذكرنا في الأسبوع الماضي ما قاله الإمام النووي الإمام النووي قال واستدل بعض أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا طرف من رواية حديث قال بعض الروايات اقتصرت عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله طبعا الروايات الأخرى تقول وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يعني ورد فيها ليس فقط الشهادة لكن أيضا معها الرسالة والصلاة والزكاة كما سيأتي إن شاء الله في موضعه لكن الإمام النووي قال هؤلاء يقولون إنه إذا قال لا إله إلا الله فقط صار مسلما يطالب بشهادة أن محمدا رسول الله فإن لم يقلها صار مرتدا هكذا نص من كلامهم إن قال لا إله إلا الله صار مسلما إن لم يقل محمد رسول الله صار مرتدا وحوكم محاكمة المرتد ويقتل فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نفطن إليها وهذا يؤكد أن العلماء متفقون أن شهادة لا إله إلا الله لا تكفي وحدها ولا بد من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا قريب منه ما ورد في قوله تعالى في خواتيم سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعتذروا الإخوة الكرام فضل آه وضعتوا الشاحل فهنا قال العلماء أن هذه الآية ذكرت توحيد العبادة وتوحيد الاتباع المسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله يعني يعبد الله عز وجل وحده لا شريك لا وأن محمدا رسول الله أن يتبع رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون العبادة فهو يعبد إلها واحدا ويتبع رسولا واحدا عليه الصلاة والسلام لا يسوغ له ولا يجوز له أن يعبد غير الله لا مفردا ولا معه لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك وكما لا يسوغ له ولا يجوز له أن يكون له متبوع بشكل كامل مطلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان وليس في هذا غضاضة أن يتبع المسلم مذهبا فقهيا من المذاهب المعتمدة المعتبرة التي هي في الأصل تعتمد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في استدلالاتها وهذا الحديث بيّن لنا أن أصل الأصول الذي تبنى عليه كل عبادة ولا تصح عبادة بدونه هو أمر التوحيد وهو الذي سنذكره إن شاء الله بالتفصيل أمر الإيمان حيث لا تصح عبادة أبدا إلا باكتمال أركان الإيمان في قلب العبد لا تصح عبادة إلا باكتمال أركان الإيمان في قلب العبد هذا بالنسبة لأصول الإيمان أما بالنسبة للتفاصيل وأعداد الملائكة وأعداد الرسل والأنبياء أو أعداد الكتب السابقة وتفاصيل خاصة بهذه الأركان فهي مما يلزم أو ينبغي على العبد تحصيله لكنه ليس شرطا في أصل الإيمان وليس شرطا في صحة العبادات التي يقوم بها بعد تحقيق أصل التوحيد ثم بعد ذلك قال الصلاة طبعا إذا أسهبنا في الحديث عن التوحيد لن يكفينا المقام لكن حسبنا أننا في كل مرة نتكلم عن شيء من أمور الإيمان كما سيأتي في هذا الكتاب المهم العظيم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وهي آكد الأركان بعد الشهادتين وكما سيأتي من نقول عن بعض العلماء أنها قريبة جدا من التوحيد لدرجة أن الكثيرين اعتبروها ركنا لا يقبل عمل عبد دونه يعني لا تصح زكاة ولا يصح صيام ولا يصح حج دون أن يكون الإنسان محافظا على الصلوات الخمس وسيأتي النقل عن العلماء في ذلك بل هي عمود الإسلام كما ذكرنا في حديث معاذ ابن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الصلوات المفروضة خمس خمس صلوات في اليوم والليلة كما في حديث الأعربي الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائد الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهي المعروفة المشهورة وهناك شعائر متعلقة بالصلاة كصلاة الجمعة وهي أيضا واجبة عن كل عبد خالم من الأعذار وصلوات العيدين صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة الجنازة هذه توصف بأنها شعائر ولها أحكام تفصيلية تنظر في كتب الفقه ليس هذا محل تفصيلها لكن الذي يهمنا هنا أن الصلاة من أعظم وأكد أركان الإسلام لدرجة أن الصبي الصغير قبل أن يبلغ يعلمها ويحاسب أو يعاقب عليها في الدنيا كما في الحديث المشهور علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر هذا لأهمية الصلاة ولمكانتها في حياة المسلم الركن الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الركن الثالث هو الزكاة والزكاة حق يجب في المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول الحول سنة هجرية كاملة ونأخذ أيضا نبذة سريعة عن هذه الشعيرة المهمة في حياة المسلم الزكاة فهي فرض ثابت بإجماع المسلمين على من حاز مالا بلغ النصاب أنواع المال الذي تفرض فيه الزكاة خمسة أنواع المال الذي تفرض فيه الزكاة خمسة النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال المتداولة نصاب الذهب خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص عيار أربعة وعشرين الذي يحوز ذهبا أو مالا سائلا يقوم بهذا المقدار مقدار خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص عيار أربعة وعشرين هذا عندما يحول عليه الحول تمر عليه سنة كاملة تجب عليه الزكاة في هذا المال وهو اثنان ونصف بالمئة اثنان ونصف بالمئة يعني الألف عليها خمسة وعشرون والفضة تكون في النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس أواق أو مئتا درهم مئتا درهم هذا هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة بالنسبة للفضة الأمر الثاني هو بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم الإبل لها حساب كبير ينظر في كتب الفقه لكن يبدأ أو تبدأ الزكاة فيها من حيازة خمسة من النياق عندما يكون عنده خمسة يخرج شاتا وإذا حاز عشرة أخرج شاتين وهكذا حتى إذا جاوز الخمسة وعشرين بدأ يخرج من الإبل نفسها وهكذا في تصاعد مستمر والبقر ثلاثون عندما يحوز ثلاثين بقرة يخرج بقرة صغيرة وهي في عمر السنة وعندما يحوز أربعين بقرة يكون عليه بقرة كبيرة وهي المسنة التي تجاوزت السنتين وأما الغنم فيبدأ الحساب من الأربعين عندما يحوز أربعين شاة تكون عليه شاة واحدة وهكذا حتى يكون عنده مئة وعشرون شاة يخرج شاتين وهكذا وطبعا لكل ذلك تفاصيل موضوعها كتاب الفقه فقط نعطي فكرة سريعة عن هذه الأصناف الأمر الثالث الذي تجب فيه الزكاة عروض التجارة عروض التجارة عندما يكون عندي مال ثابت كالبنايات أو كالسيارات أو كغير ذلك من الأمور هذه لا تجب فيها الزكاة لكن إن استخدمت كعروض للتجارة يعني أتاجر فيها أتاجر في البيوت أتاجر في السيارات أتاجر في الملابس أتاجر في الأغذية هذه تصبح عليها الزكاة بالضبط مثل زكاة المال وتقوم كما تقوم زكاة النقدين الذهب والفضة الأمر الرابع الذي تجب فيه الزكاة الزروع والثمار بعض العلماء يقول الحبوب والتمر والزبيب وهذه الأشياء تجب فيها الزكاة لأنهم اختلفوا بعد ذلك في أمر الخضار والفاكهة هل تجب فيه الزكاة أم لا أما ما تجب فيه الزكاة فالواجب فيها أن ما سقيا بماء المطر يخرج منه العشر وما سقيا بالآلة بالنفقة بجهد من أجل السقيا فيخرج الزكاة نصف العشر الزكاة الزروع تخرج وقت الحصاد لا ينتظر سنة كما في بقية الأصناف كذلك الأمر الخامس وهو الركاز والمعادن الكنوز التي تستخرج من الأرض هذه الكنوز التي تخرج فجأة أو يجدها صاحبها فجأة عليه أن يخرج منها مباشرة خمسة يخرج الخمسة مباشرة هكذا زكاة هذا الكنز أو الركاز الذي وجده هذا فيما يتعلق بالزكاة جملة وكل ذلك فيه تفاصيل تدرس في أبواب الفقه الأمر الرابع أو الركن الرابع الصوم وخاصة صوم رمضان لأن هناك صوم النذور والكفارات وهو أيضا من نوع الصيام الواجب لكنه ليس ركنا من أركان الدين كما هو صوم شهر رمضان والله تبارك وتعالى قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والآل التي بعدها قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمهو وهو أيضا فرض لازم باتفاق المسلمين على مر العصور والدهور وهو إمساك عن شهوتي الفرج والبطن في نهار شهر رمضان منذ طلوع الفجر الصادق وإلى غروب الشمس آخر هذه الأركان عبادة الحج وهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك في أماكن مخصوصة في أماكن محددة لا يجوز في مكان آخر الطواف يكون حول الكعبة السعي يكون بين الصفة والمروة الوقوف يكون بعرفات الإحرام يكون عند دخول الأرض الحرام بمكة وكذلك يكون هناك الحلق والتقصير وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا ملخص ما نريد أن نذكره فيما يتعلق بهذه العبادات الخمسة طيب بعض العلماء قال أن فقدان ركن واحد من هذه الأركان يهدم الدين بمعنى أن من ترك الحج يكون غير مسلم من ترك الزكاة من ترك الصيام لا يكون مسلما تمام وبعض العلماء قال من ترك الصلاة وحدها خص الكلام بالصلاة وسنذكر ما نقله الحافظ بن حجر في هذا الباب الحافظ بن رجب في هذا الباب وبعضهم قال شهادة التوحيد فقط يعني بعضهم قال الذي لا يأتي بشهادة التوحيد هذا فقط هو الذي يكون كافرا أما إذا ترك بقية الأركان فهذا يسميه كفرا دون كفر وقبل أن أنقل كلام العلماء أود أن أؤكد على شيء اتفقوا عليه جميعا أن تارك أحد هذه الأركان هو أعظم جرما عند الله عز وجل من الزاني والقاتل وشارب الخمر وعاق الوالدين والواقع في أي كبيرة أخرى من الكبائر قالوا هذه هي أركان الدين التي عليها يقام الدين فالمقصر فأنت تسيب منها حاجة يعني مهما كنت مذنبا نعم المقصر في أي أمر من أمور الدين يعامل على أنه مذنب لكن الذي يقصر في شأن هذه الخمسة والأربع الأركان العملية خاصة هذا يكون مرتكبا لجرم أعظم من أي جريمة أخرى في هذا الدين وكلنا يحفظ الكفر دون كفر يعني هو يدور بين الكفر والفسق والكفر دون كفر يعني هو أيكم يرضى أن يكون كذلك هم بدأوا طبعا بقول الله تبارك وتعالى الذي ذكرنا منذ قريب ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قالوا هل يكفر بمعنى يخرج من الملة أم يكفر بمعنى أنه يكون على شفى جرف نهار يعني بينه وبين الكفر خطوة يعني هذا هذا بالنسبة للحج الذي يجب على العبد في العمر مرة واحدة ولا يجب أكثر من ذلك فكيف بما يجب كل سنة كالصيام والزكاة وكيف بما يجب في اليوم خمس مرات كالصلاة في شأن الصلاة قال الحافظ ابن رجب وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام ففي صحيح مسلم عن جابر احفظوا جابر ابن عبد الله هذا مهم لأننا سنحتاجه بعد قليل ففي صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا رواه مسلم كما ذكرنا وروي مثله من حديث بريدة بريدة ابن الحصيب ثبت عنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال الحافظ ابن رجب وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة حتى بعض الروايات يذكرونها من ترك صلاة واحدة من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد خرج من الملة عياذا بالله وقال عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال سعد وعلي بن أبي طالب من تركها فقد كفر من تركها فقد كفر أخرج من كلام ابن رجب لأكمل بعض آثار الصحابة ثم أرجع إليه مرة أخرى ثبت عن جابر بن عبد الله وهذا بسند صحيح عنه كما رواه محمد بن نصر المروذي في كتاب تعظيم قدر الصلاة أن مجاهد بن جبر وهو التابعي المشهور الذي يروي كثيرا عن الأئمة الصحابة في التفسير قال ما كان يفرق بين الكفر والإسلام الإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر الصلاة جابر هذا راوي حديث بين العبد والكفر بين العبد وبين الكفر تركوا الصلاة والعلماء يقولون أن فهم الصحابة راوي الحديث مقدم على غيره من الصحابة فكيف ولم يرد أصلا عن أحد من الصحابة غير ذلك ذكرنا عمر وعلي وغيرهما من كلام الحافظ عمر وابن مسعود وعلي فيما نقله عمر وسعد عمر وسعد وعلي بن أبي طالب تمام وأيضا عندنا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له من لم يصلي فلا دين له وروا الخلال في كتاب السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له لا إيمان لمن لا صلاة له نرجع إلى كلام الحافظ بن رجب قال وقال عبد الله بن شقيق وهو تابعي معروف مشهور كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة يعني الذي يقول كفر دون كفر طيب الحج كفر دون كفر كما نص الآية هنا عبد الله بن شقيق يقول لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة إذن للصلاة مكانة خاصة عندما يتكلمون عن الكفر فيها وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه قال وذهب إلى هذا القول حفظ بن رجب وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول بن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم إسحاق بن رهوي الإمام الجليل المعروف المشهور وقال محمد بن نصر المروذي هو قول جمهور أهل الحديث هو قول جمهور أهل الحديث حتى نكون منصفين ننقل أن هناك فريق آخر قال بأنه لا يخرج من الملة قال الحافظ وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر بذلك وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول بن حبيب من المالكية هؤلاء قالوا ترك أي ركن من الأركان زكاة صيان 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 طبعا العمد طبعا هم يتكلمون في العمد الذي ترك هذا يكون عمدا لا يتكلمون في الجحود الجحود هذا متفق عليه والجحود كفر بذاته حتى من غير ترك يعني لو أن رجلا قال أنا أصلي لكن الصلاة ليست مفروضة هذا يكفر حتى لو كان يصلي فالجحود كفر بوحده كفر منفصل واحد يصوم وبيقول الصيام ده أنا بس كده عشان العادة وكده لكن أصلا الصيام ده أنا مش شايفه أصلا من الإسلام هذا أيضا يكون جاحدا هذا يكون كافرا إذا قال أن هذا ليس من الإسلام يكون كافرا إلا إن كان حديث عهد بإسلام يعني دخل الإسلام حديثا أو أنه نشأ في بيئة لا تعرف الإسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان المشهور وسيأتي شيء من الكلام عنه أنه قال سيأتي على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا صدقة لا يعرفون شيئا لا يعرفون شيئا عن هذه الأمور أقصد أن العلماء استثنوا من نشأ في بيئة لا تعرف هذه الأشياء أو حديث عهد بالإسلام الذي يعني فقط سمع عن الإسلام ودخل وهو لا يعرف هل هذه الأمور مفروضة أم غير مفروضة هل هي أركان أو ليس أركان هو ما زال حديث عهد بالإسلام ولا يعرفوا التفاصيل وذكر أيضا الحافظ المرجب عن آخرين من أهل العلم قالوا بأن ترك شيء من هذه الأركان العملية لا يخرج العبد من الملة لكن كما ذكرنا اتفقوا على أنه مرتكب جريمة عظيمة أكبر من القتل والزنا والخمر وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف وغير دوى قصف المحصنات وغير ذلك من الكبائر والموبقات التي يعرفها العامة يبقى عندنا أن نذكر أن نذكر فقط فوائد مختصرة من هذا الحديث الأولى أن ركائز الدين العظمى هي هذه الخمس المذكورات ركائز الدين العظمى هي هذه الخمس المذكورات الفائدة الثانية أهمية التوحيد والعقيدة وتقديمها على العبادة ينبغي على كل مسلم أن يصحح توحيده وأن يصحح إيمانه وأن يعلم أن الخالل في جانب التوحيد قد يترتب عليه حبوط العمل وعدم قبوله بين يدي الله عز وجل ومن ذلك أن يعمل الأعمال كلها لوجه الله عز وجل وحده الفائدة الثالثة أن الإسلام يتضمن العقيدة والشريعة والقول والعمل الإسلام فيه كل هذا ليس كما يزعم البعض أن الإيمان فقط في القلب وما سوى ذلك أمر زائد أو كمالي لا بل هناك من أركان هذا الدين ما لا يجوز ولا يسوغ أبدا لعبد يزعم أنه مسلم دون أن يقوم به ودون أن يفعله أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن كانت هناك أسئلة قد وردتك يا أخ مصطفى نجيب عنها في عجالة وإن لم يكن فنختم هذا اللقاء كان في أخ طلب أن يطرح سؤال اتفضل أخي يطرح السؤال إذا كان لديك سؤالا طيب شخ مصطفى القول الثاني فيما تعلق بموضوع ترك الصلاة يعني هناك من يتحجج بهذا القول ويعني هذا الأمر يؤدي إلى تشتيت عقول الناس حول هذه المسألة بمقدار الترك هذا ليكفر الإنسان أم لا يكفر وكذا فممكن حضرتك تكلمنا يعني إذا كان الأمر بهذه الصورة الصحابة زي ما حضرتك قلت كلهم تقريبا على رأي واحد في هذا الموضوع ولم يذكر أي خلاف بين الصحابة في هذه المسألة إذن الخلاف متأخر بعد الصحابة كيف نأخذ يعني بصراحة أنا شفت على صفحة دار الإفتاء المصرية منشور كتبين في كذا ترك الصلاة كفر غلط عاملين عليها علامة غلط تمام؟ وبعدين عاملين علامة خضرة منورة شمعة جميلة إنه تارك الصلاة لا يكفر وهو يعني كذا بين مشيئة الله والكلام ده كله أليس هذا يا شيخ مصطفى أنا بكلمك أنا كمتابع أنا لأن بسأل زي زي الناس أليس هذا يشجع الناس على ترك الصلاة اللي هي أصلا يعني لو افترضنا إن فيها خلاف يدور بين أن هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة أو فاسق أو كفر دون كفر يعني ليه يحط الناس بين الحاجات دي بدلا من أن يقولوا لهم يجب أن تصلي وإلا فأنت في خطر وكذا يكون في زجر في هذا الموضوع أليس هذا صحيحا؟ بلى كلامك صحيح والمشكلة بدأت منذ أن بدأ هؤلاء المنسوبين أو المحسوبين على العلم الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عندما تكلموا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله ظلوا يدندنون حول أنها كفر دون كفر كفر دون كفر كفر دون كفر ثم أصبح الحاكم بغير ما أنزل الله مسلما لا تفكر ولا تشغل بالك يعني بدلا من أن يعرضوا الأمر على أنه جريمة وأنه موصوف بالكفر كما في كتاب الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بدلا من أن يعرضوه على أنه أمر كبير وعظيم بل هو أكبر من كل الكبائر المنصوص عليها حتى لو كان كفر دون كفر شخص مصطفى ما هو مصيبة حتى لو كان كفر دون كفر نعم حتى لو كان كفر دون كفر يعني هو لو كفر دون كفر يعني بينه وبين الكفر المخرج من الملة خطوة واحدة شعره فكيف يضبط نفسه هو كأنه يعني عندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومثل استغفر الله حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كالحامي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المحرمات بنفس الوصف إذا نقول إن الكفر دون كفر فهو عند دائرة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر المخرج من الملة لا يسوغ لنا أن نقول له أنت مسلم أنت على خير أنت تقوم بعمل صحيح هذا عندما تكلموا كثيرا في هذه المسألة المتعلقة بالحكام وحكام اليوم كلهم بلا استثناء الذين يحاربون شريعة الله عز وجل ويحبسون ويسجنون ويقتلون المطالبين بها هؤلاء كفار هذا أمر لا نتكلم فيه لكن إذا قلنا بقولكم إن هذا كفر دون كفر فقولوا لهم إنه كفر دون كفر هذه جريمة هذه كبيرة ينبغي عليكم أن تتخلصوا منها تمام بدأوا يدندنون في هذا النسق وهم يريدون إرضاء هؤلاء الحكام حتى وصلوا إلى درجة أنه تارك الصلاة أيضا ما معنى كفر دون كفر عندهم كفر دون كفر عندهم أنه مسلم مؤمن تقي موحد هذا الكتاب يعني اقرأوه كتاب جمع العلم الحكم لما ذكر هذه المسألة وفصل فيها حتى كتاب النووي رحمه الله في شرح كتاب الإيمان الصحي البخاري كلاهما نص قال وإذا قلنا بأنه لا يكفر هل يصح أن نقول هذا مؤمن قالوا لا سبحان الله يعني حتى لو افترضنا لا يصح نعم لا يصح أن يوصف بهذا الوصف هؤلاء يأتون على إنسان مرتكب لجرم عظيم وهو على شفى جرف على شفى هلكة على خطر كبير ويسوغون له ويسولون له أن يبقى على حاله التي هو عليها وهذه مشكلة كبيرة يعني كثير من إخواننا اللي يسألون عن ترك الصلاة فيعرضون المسألة على أن نها خلاف بين الفقهاء كأن بعضهم قال هي حرام وبعضهم قال ليست حراما يعني الذي يفهمها المتابع يظن هكذا أن بعض العلماء قال ترك الصلاة حرام وبعض العلماء قال ترك الصلاة ليس حرام هذا لم يقل بي أحد هذا ليس وريدا أصلا في أدبيات الإسلام المسألة هو هذا الحد من الكفر هل هو تجاوزه أم ما زال عند الخط الأخير عند الخطوة الأخيرة منه هكذا تكلم العلماء والإنسان العاقل لا يضع نفسه في هذا المكان أصلا طبعا الناس الآن اللي يتركوا الصلاة شخص مصطفى في مصر كنا بنشوفهم بيعمل أعمال شاقة ويجي عند الصلاة يكسر يعني كأنما منعه يعني شيء يعني غريب يعني فالله المستعان يعني أنا أظن أن الذي يسأل من هؤلاء فيه بذرة من خير يعني الذي يسأل عن حكم تارك الصلاة فيه بذرة من خير فينبغي على المسؤول أن يوضح له خطر ما هو عليه صح كده لا أن يثبته على ما هو عليه يعني احتمال أنت لا ليست كفرا يعني عندما يضع علامة تركوا الصلاة كف تركوا الصلاة الحمد لله كلنا مسلمين وموحدين بالله فيبقى على ما هو عليه شيخ مصطفى واحد جاي لك بسكينة جاي لك بسكينة حطت سكينة وراء ظهره وبيقول لك يا شيخ مصطفى ما حكم القتل هل القاتل يتوبه فتقول آه يا ابن ربنا بيغفر الذنوب لا لك توبة أقتل سبحان الله يعني هذا تشبيه وكما ذكرت هذا نص ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب حكم تارك الصلاة أو الصلاة وحكم تاركها قال وقد اتفقوا على أن ترك الصلاة أعظم من القتل أعظم من القتل تمام والقتل والزنا والربا وشرب الخمر يعني أعظم من كل هذا ولا موبقات يعني موبقات طبعا طبعا فأنا يعني أود أن أوجه رسالة لكل مسلم يتكلم في هذه المسألة إياك أن تعرضها كأنها من باب النزاهة أو الكمال نحن نتكلم في أصول الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس أنت لا تستطيع أن تبني بيتا دون جدار من جدره صحيح يعني ليس هناك عاقل أبدا يقول نرفع بنيان البيت وهناك جدار ناقص صحيح فهذه هي الجدران كيف ورأس الأمر الإسلام عموده الصلاة فهذه مسألة مهمة جدا يعني ألفت انتباهها الإخوة أن يعني يقفوا عندها ويفكروا هذه مسألة عظيمة الصلاة شأنها عظيم هناك كتاب خاص سماه محمد النصر المروزي تعظيم قدر الصلاة قرأوه تعظيم قدر كتاب مجلد كبير كتاب مهم جدا تنظر فيه أقوال الأئمة والعلماء على مدار التاريخ فضلا عما ورد من الآيات والأحاديث في ذلك والله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين طيب إذا لم يقموا الصلاة لم يقفوا الزكاة أين الأخوة في الدين ماذا نفعل بهذه الآية هذه آية عظيمة جدا واستدل بها كثير من العلماء على أن تارك الزكاة كذلك ليس مسلما لو لا حديث ورد في شأن الزكاة لكن أركان الدين شأنها عظيم والله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا كنت يعني تجهد لنفسك بتقوى في قلبك فعظم شعائر الله شعائر الله وإلا فالأمر يعني على عكس ذلك تماما نسأل الله السلامة والعافية نعم في سؤال من أحد الإخوة لي أخت وقعت بالقنوط بسبب الذنوب اليأس يعني آه يعني القنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمة الله وتقول نها سمعت أن العلماء يقولون أنها ليس لها توبة وكفرة علما أنها الآن تابت إلى الله وهذا الشيء حصل من وقت طويل ولكنها تقول أنها يعني لن تقبل توبتها وقد وقعت بالكفر طبعا السؤال أنا قلت أطرحه زي ما هو تمام القنوط إذا كان في درجة من درجاته لا يكون كفرا لكن إذا وصل لدرجة سوء الظن بالله عز وجل والقول فيه بما يخالف أصل الدين فهذا يكون كفرا افترضنا أنه كان كفرا أنها وصلت إلى أقصى درجات القنوط التي يكفر بها العبد ويخرج من دين الإسلام بالكلية هل ليس له توبة؟ بالعكس له توبة نص القرآن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا نص واضح قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقول الله وقل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني يكفرون ولا يقترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب فالعبد مهما بلغ مهما بلغ من الذنوب والكبائر والجرائم والكفر بل حتى الذين كانوا يقاتلون الأنبياء كانوا يعتدون على حرمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل مثلا الذين قتلوا الصحابة وصلهم هذه الأمر يا شيخ مصطفى أن هذه الأخت كانت مسلمة فبالتالي هي تختلف عن الكافر الأصلي الذي سيدخل الإسلام من جديد أنا بس بفصل عشان هما ممكن الشعور هذا أنها كانت مسلمة وتعلم عن الله سبحانه وتعالى وكذا وفعلت ذلك فيتعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لها فهذا الأمر في الكافر الأصلي أو في المسلم الذي وقع في كفر ثم عاد مرة أخرى تمام هناك أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى الإسلام مرة أخرى وقابل منهم النبي عليه الصلاة والسلام وهناك ما حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وما سمي بحروب المرتدين وعاد منهم الكثيرون إلى حضن الإسلام مرة أخرى فهذه النصوص عامة المرتد حكمه في الإسلام أنه يستتاب احفظوا هذه الكلمة ما معنى يستتاب أن تطلب منه التوبة والرجوع عما أوقعه في الكفر فإذا تاب تاب الله عليه هذا أمر ثابت عند عامة أصحاب المذهب الفقهية الذي يقع في الردة والكفر من المسلمين يستتاب إن تاب عاد إليه إيمانه مرة أخرى ويطلب منه أن يفعل أو يعمل الصالحات التي يكفر بها التي يكفر بها عن ذنوبه التي وقع فيها لكن لا يغلق باب التوبة عن أحد أبدا إلا أن يغرغر إلا أن يغرغر يكون خلاص في الموت أو أن تخرج الشمس من مغربها وتكون علامات الساعة الكبرى طبعا التوبة لها شروط الأولى الكف عن سبب الذنب أو سبب الكفر الثانية الندم الثالثة العزم على عدم العودة إليه هذه الشروط الثلاثة ذكرها العلماء في كل توبة سواء كانت من الكف أو ممن هو دونه أو مما هو دونه من الذنوب والمعاصي الكف المباشر عن الذنب أو الجريمة الندم على ما فات العزم على عدم العودة هذه الشروط الثلاثة مذكورة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في كتاب التوبة ولها شروح كثيرة يرجع إليها من يريد لكن باب التوبة مفتوح لكل أحد لا يغلق في وجه عبد أبدا فيه كم سؤال تنين أطرحهم إن شاء الله ولا كذا خلاص إحنا عدينا الساعة نعم تفضل تفضل لكم أخذ سؤال واحد منهم على الأقل الأخت فاطمة تقول لها صديقة تسأل عن زوجها الذي يرفض أن يصلي وأحيانا يدعي أنه لا ديني يعني هو يقول لها أنا مش مصلي وأنا لا ديني هو يقولها كذا فماذا تفعل هذه المرأة أو كيف تتصرف يعني هذا الرجل ليس مسلما قولا واحدا يعني تعبيره بنفسه أنه لا ديني هذا يجعله خارج دائرة الإسلام فالمرأة لا تمكن نفسها من مثل هذا الرجل وتسعى جاهدة للانفصال عنه بالطرق القانونية الطرق الشرعية أن تجلس هي وهو عند شيخ ويذكر قصتهما والشيخ هذا إذا وجد كلامها صحيحا في هذا الموضوع لأن هذه ليست من مسائل الفتاوى إنما من مسائل من مسائل الأقضية القضاء فإذا تأكد الشيخ من أنها صادقة وأنه يقول هذا الكلام ولا يتوب منه لا يرجع عنه يفرق بينهما وهذا الحكم لازم يعني يكون التفريق لازما يبقى بعد ذلك الأمر القانوني أنها تحاول التخلص منه من النصوص القانونية أو الأوراق أو الأمور الثبوتية التي بينهما حتى تكون حرة وتتمكن بعد ذلك أن تعيش حياتها بعيدا عن هذا الرجل وإلا فإن تاب فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة إن رجع وأقر بما أجرم فيه وعاد إلى الإسلام مرة أخرى واغتسل فالأقرب أن عقد الزواج يبقى على حاله طالما لم يقضي قاض بينهما بالتفريق وتعود إليهما الحياة مرة أخرى والله تعالى أعلم يزاك الله خير فيه سؤال في الزكاة مش عارف برضه أطرحه كان الأخ يقول باع مجموعة من السيارات في وقت معين وبعد سنة نسي الزكاة ولكن بعد بيع كل سيارة كان يخرج 10% من السعر لله فهل تعتبر هذه العشرة في المئة من الزكاة الزكاة عبادة وشرط صحة العبادات النية يعني إن كان ينوي الزكاة وهو يخرج فهي زكاة وإن كان ينوي التصدق أو شيء من الخير أو البر الذي يفعله فلوس كثير فأنا أم جاي مطلع فلوس وخلاص بدون أي صدقة هذه ليست زكاة لأن الزكاة شرط فيها النية أن أنني أخرج زكاة مالي وهذا باتفاق العلماء هذا لا خلاف فيه بين العلماء لكن المهم هل بيعه للسيارات هذا كان أصلا عن نية سابقة بالتجارة أم أنه اجتمع عنده عدد من السيارات وباعها عندما زاهد فيها أو ما شبه ذلك إذا كان الأمر على هذا الحال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا اجتمع عنده مال يكفي النصاب أو يبلغ النصاب ويحول عليه الحول أي تمر عليه سنة كاملة لكن إن كان يتاجر في السيارات وهذه السيارات عنده بنية التجارة فالواجب عليه أن يخرج الزكاة بنية الزكاة بنية الزكاة وما أخرجه من أموال بغير هذه النية هو مأجور عليها بلا شك لكنها لا تجزئ عن زكاة المال والله تعالى أعلم إذن أخي الكريم أنت كنت تحتاج إلى النية لو كنت وأنت تخرج هذه الأموال تنوي أن تكون هذه مقام الزكاة أو بنية الزكاة ماشي لكن إذا كانت فقط مجرد صدقة أو فرحة أنك كسبت أحيانا الواحد لم يكسب مثلا 200 جنيه أو حاجة بدون نية الزكاة هذه لا تحسب زكاة باختصار شديد حتى نعم هو مأجور عليها لكنها لا تحسب زكاة نعم جزاك الله خيرا ربنا بارك فيك مولانا طبعا في هنا يعني خلص موضوع كبير إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله شكو مصطفى مخلص بدري ونأخذ أسئلة أحسن عشان إحنا نعدينا الساعة جزاك الله خيرا بركة الله فيكم بزاكم الله خيرا أسأل الله عز وجل أن أتقبل منكم صالح الأعمال وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم سبحانك الله ومع بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكرا لكم